خلوني أبدأ مع حضراتكم النهاردة من فريق النادي الأهلي اللي استأنف تدريباته وكالعادة تحت شعار الجدية والحماس من أجل مواصلة الانتصارات كلنا عارفين أن النادي الأهلي حيبدأ خود غمار ومنافسات الدوري الإفريقي الحقيقة اللي بيشترك فيه لأول مرة ويسعى أن يكون بطلا لأول نسخة في الدوري الإفريقي إن شاء الله هتكون مواجهتنا الأولى أمام سنبا التنزاني بالمناسبة سنبا عامل فرقة كويسة جدا 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 اليومين 3 اللي جايين أو بقية هذا الأسبوع أو بداية يعني من يوم الثلاث والأربع هنتكلم معكم عن فريق سنبا فريق سنبا ليس فريقا ضعيفا فريق سنبا ما يعرفش إيه اللي ممكن يحصل خد بال حضرتك في فترة من الفترات نادي الأهلي رح لعب سنبا في سنبا وتغلبنا 1-0 أفتكر من سنتين في دوري المجموعات عشان بس محدش يقول إن المطش اللي جاي مطش سهل هو أنتوا ليه عاملين كده على علي معلول هو أنتوا ليه عاملين كده على بيرسيتا واللي يعني كذا وعملين ليه كده على أليو ديانج إن هم عابل مايرجعوا من كوريا واللي حيرجع من السعودية واللي حيرجع من جنوب إفريقيا أمور كثيرة جدا جدا حنتكلم فيها ولكن محدش يقول إن مطش سنبا مطش سهل لها الأهلي حيلعب بعد كده سانداونز ولا لأ لأ كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم دائما ما تكون مختلفة كرة القدم اتعلمنا أن نحترم الملعب اتعلمنا أن نحترم حاجتين جمهور وملعب مباراة سنبا التنزاني أو في ملعب سنبا التنزاني وجهة نظري الملعب يا ساعة 45 ألف هيبقى فيه 60 ألف هتقول لي زي هقول لك هيوقفوا على العمويد وحيوقفوا على البتاق وحيوقفوا على كل حتة عشان اللي أنا شايفه من الصحافة في تنزانيا بيدفعوا بيدفعوا فريقهم إنهم عايزين يكسبوا بأي طريقة ميكي سوني لاعب نادي سنبا التنزاني الحالي ولاعب النادي الأهلي السابق مش عايز أقول لحضراتكم بيتكلم بمنتهى الاحترام والود والحب على النادي الأهلي ولكن بمنتهى منتهى منتهى الغل القروي وحقه أنا هنا ما بقولش حاجة هو هنا حقه عايز يكسب النادي الأهلي ويخرج النادي الأهلي مش عايز يكسب النادي الأهلي بدار السلام باس عايز يخرج النادي الأهلي لاعتبارات كثيرة جدا أهمها إنه هو يعني كان بيلعب في النادي الأهلي وقال أنا ما خدتش فرصتي وعايز أكسب النادي الأهلي وخلي بالحضراتكم المباراة دي مش صعبة فنية فقط ولكن هناك اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الفنية أهمها مثلا يعني نقص الأكسجين وعوامل الطقس اللي دايما بتؤثر سلبا خصوصا لما يبقى جايلك واحد زي علي معلول من كوريا الجنوبية لما يبقى جايلك واحد زي بيرسي تاو من جنوب إفريقيا هتقول لي ما هو أخذ أجازة ده كلام تاني ولكن ده المشوار هتقول لي برضو هو أنت عم إسلام مش قلت إن إحنا خلاص تعودنا على الأجواء الأفريقية قطعودنا على الأجواء الأفريقية ولكن قلة الأكسجين دي هتعود عليها إزاي الحاجة الوحيدة اللي دايما أنا أتكلم فيها وهي المباريات اللي بتبقى في إثيوبيا وفي كينيا وفي تانزانيا ليه؟ لأنه إثيوبيا رقم واحد طبعا الأكسجين بيبقى قليل جدا على اللاعبين تانزانيا نفس الكلام كينيا بوضع أقل شوية أنا ممكن في المباراة من الناحة الفئة أتعود على الشمس أتعود على الرطوبة أتعود على مش عارف إيه لكن قلة الأكسجين دي أنا هعملها إزاي هتعود عليها إزاي لازم تقعد أسبوع أو أكتر من أسبوع قبلها علشان تتعود على كمية الأكسجين اللي سدرك بياخدها وإنت بتلعب المباراة لازم تبقى قاعد أسبوع قبل المباراة ودا مش حياة سا ودا مش حياة سا